موسيقى الاشكالية في مجتمعاتنا العربية أن هناك أمراض مؤسسة وباقية ومتوارثة منها على سبيل المثال وهذا ما يخص الإعلام ويضرب الإسلام أننا لا نجد قضادة من الكذب ومن عدم المصداقية وحتى استخدام الخداع والإعلام الزائف وغيرها هذه ثقافة متجذرة لدينا نعلم أن الكذب على سبيل المثال أزاح أحد أهم رؤساء أمريكا ريتشارد نيكسون نعلم أن حتى هذه القضية حتى بالعلاقة الصديق بالصديقة أو بزوجته بالقرب عندما يكذب أحد الطرفين على الآخر هذه مدعاة للإفتراق بينما عندنا يصعب أن تسمع خطاب لمسؤول أو قائد وخاصة القادة ما يسمون بالتاريخيين دون كم هائل من الأكاذيب والوعود وكذلك العلاقة الشخصية بين الناس بها الكذب بشكل يومي لو اتصل صديق بصديقه أو زوجها بزوجها أو العسل وكأن الجمهور أيضا ينتمي لنفس هذه الثقافة أنت تقول أن القائمين على الإعلام لديهم هذه الثقافة وأيضا المتلقي لديه نفس الثقافة هو لا يمانع أو لا يتوقع موضوعية كاملة مثلا تماما تماما إختيار الإعلام هو مرآة إذا أخذت معاك مرآة إلى مروج جميلة فيها خضار ومياه وغيرها المرآة ستظهر هذا الأمر لو أخذتها عفوا إلى مكب للنفايات وغيرها المرآة ستظهر هذا الأمر وبالتالي علينا أن لا نلوم الإعلام الإعلام هو جزء من الحالة العامة المترهلة بوطننا العربي وكما ذكرت هي تمس كل أوجه الحياة منذ أيام قليلا انتهت دورة كأس العالم وخرجت فرقنا العربية من الدور الأول ولا عجب لأن الثقافة العامة الفهم العام لدينا لكيفية ممارسة المهن سواء كانت إعلام أو رياضة أو طب أو غيرها أنا أعتقد أنها في كثير من الأحيان لا تتوخى الصدق ولا تتوخى المهنية والاحتراف بالتالي إعلامنا يحكس حالتنا العامة ويحكس كذلك أحوال السياسي ومتنسب مع الوضع الواقعي بها خداع وكذلك ترجمة نانسي قنقر